موسيقى الإرهاب مضى إلى نهايته في العراق وما بقي منه شارادم تكفي عصى العراقيين لقطع دابر عبثها بأمن الوطني والمواطن لكن القوات الأميركية والأطلسية باقية في العراق وتتمدد زعم البعض في الحكومة إنها طالبت جدولة انسحاب تلك القوات من العراق فجاء الرد من البنتوغون إن الانسحاب مطلقا وفي الأنباء إن قوات أميركية جديدة دخلت العراق وانتشرت ببعض المحافظات بحجة تأمين الانتخابات من الذي يجري؟ هل ثم تتهديد إرهابي جديد؟ أم هي عودة لعراق إلى مربع الاحتلال؟ الزحف نحو الانتخابات بدأ ولا برنامجا جديدا للكتل المشاركة يرى فيه العراقيون ضوءا لنفقهم المظلم تحالفات ثابتة وأخرى متحولة وأزاء هذا الزحف ما زال زحف الفساد يلتهم ما بقي من خيرات العراق وأزاء هذا الزحف أيضا ما زالت الحكومة تكيل بمكيالين فمن جهة تكافئ الموظفين الكرد الانفصاليين بزيادة مخصصاتهم وتعاقب أبطال الحجد الشعبي؟ فلا تخرجهم من دائرة العقود وتضيفهم إلى ملاك الدولة ولا تساويهم بأقرانهم المقاتلين في القوات المسلعة مساكم الله بالخير وأهلا وسهلا بكم في إطلالة جديدة بالتفصيل هذه الليلة سيكون حوارنا مع المهندس عبد الكريم العنزي وزير الأمن الوطني الأسبق فأهلا وسهلا به أهلا بك معالي الوزير معالي الوزير الإرهاب في العراق يكاد ينتهي ولم تبقى إلا خلاياه النائمة وجيبه البسيطة في بعض الحواضن هل تعتقد أن قواتنا العراقية قادرة على القضاء على ما تبقى منه؟ بالتأكيد هي المعركة الأساسية التي أنجزت والتي أحرزنا فيها الانتصار أكبر من ما تبقى والنتائج التي تحققت في هذه المعركة نتائج كبيرة أعداد القتلى من الإرهابيين كبيرة جدا سواء من العراقيين أو من التحق بهم من الدول الأخرى الآن بقت جيوب لا تشكل رقما هناك جهد استخباري ينبغي أن ينجز جهد استخباري استباقي يمهد لإنهاءهم بشكل كامل ويضربهم قبل القيام بعملياتهم وهذا الجهد ينبغي أن تقوم بالأجهزة الأمنية وأن تخترق هذه المجامع وأن تتواجد معهم حتى تمنع نجاحهم في أي عملية يستهدفون بها المواطن والوطن نعم طيب إذا كانت القوات الأمنية تتمكن من القضاء عليهم لماذا تصر الحكومة على بقاء القوات الأميركية في العراق هذا أمر مستغرب الحقيقة ولذلك هناك الآن كلام يدور بين السياسيين وفي أروقة مجلس النواب وبين قادة البلد بأنه على الحكومة أن تتعامل بشفافية وأن تظهر طبيعة وجود هذه القوات وأسباب ذلك طبعا هو القانون العراقي لا يسمح بوجود قوات أجنبية إلا بموافقة مجلس النواب يعني أن يعرض هذا علم السنواب وأن يمنح مجلس النواب تخويلا للحكومة العراقية للقيام مثل هذا لكن هذا لم يحصل لا من مجلس النواب ولم يحصل أيضا بقرار سياسي بين القوى السياسية التي تشكل المشهد السياسي والحكومة مطالبة بأن تتعامل بشفافية وأن تظهر عدد هذه القوات وسبب وجودها وعليها أن تنهي وجودها أصلا وهذا سوف يخلق أزمة سياسية إذا بقيت الأمور معمات على المواطن أو معمات على الجهاز ذات العلاقة من السنواب أو قادة البلاد طيب لكن مجلس النواب طالب الحكومة بجدولة انسحاب للقوات الأجنبية لكن الحكومة ردت بشكل غريب اضطالبت قوات الحلف الأطلسي بالبقاء وإضافة زيادة لهذه القوات الأميركية الحكومة لم تعلن ذلك هذا الكلام داولت بعض وسائل الإعلام إذا صح فهذا أمر خطير جدا ليس لأحد الحكومة ولا لغيرها منفردا أن يخطو خطوة بهذا الطريق لأن هناك حساسية مفرطة لدى العراقيين من التواجد الأجنبي وشفنا إحنا أيام التواجد الأمريكي كيف نمت قوى المعارضة لهذا الوجود الأجنبي وفي ظلها نمت بعض الوجودات الإرهابية بدأت تحت عنوان مكافحة أو محاربة الوجود الأجنبي لكنها انتهت لجهات تقوم باستخدام الإرهاب وسيلة للعمل السياسي ومحاولة لإرباك العملية السياسية في العراق الوجود الأجنبي وجود مخل بأمن البلد لأنه يخلق صراع طائف داخلي بين العراقيين وأيضا ينمي وجود السلاح بتقوى ترى أن عليها أن تخرج الأجنبي من العراق ولذلك لحساسية هذا الأمر الحكومة مطالبة بأن تتعامل بشفافية وأن لا تسمح بأحد وبالنتيجة هذا يخسر الحكومة ورئيس الوزراء كثير من الدعم الشعبي وجماهيري إذا ما بقيت الأمور على ما هي عليه لا ألا تجد في وجود القوات الأمريكية والأطلسية احتلالا كما يقول بعض العراقيين؟ أصدرنا الوجود الأمريكي في المنطقة كله أدى أداء سلبيا أخطر من الإرهاب بل ساهم في إنشاء مجامع إرهابية الأمريكان يعملون على أساس إيمانهم بالفوضى الخلاقة وبالشرق الأوسط الجديد وحماية الأمن الاستراتيجي لإسرائيل ويرون أن وجود صراعات في المنطقة يمكنهم من إدارة المنطقة بشكل أكفر ويبسط إيدهم في المنطقة والدور السلبي اللي لعبتها القوات الأمريكية أثناء وجودها في العراق والدور الأكثر سلبية الذي لعبته القوات الأمريكية في سوريا وهذا كل الحقيقة يعزز عدم الاستقرار في المنطقة نحن نطالب الحكومة بأن تتعامل بحساسية أكثر وأن تظهر هذه الأمور بشكلها الواقعي والحقيقي وأن لا تبقى هذه الأمور بسكوت عنها أو تم التداول عنها وخلف الكواليس نعم تقارير صحفية أشارت إلى دخول بعض القوات الأمريكية قوات جديدة أقصد فيها بدأت بالانتشار في محافظتي الأنبار ونينوى بحجة حماية العملية الانتخابية ما رأيك؟ أيضا العملية الانتخابية المفروض أن العراقيون لدينا مفوضية مستقلة أو كما ندعي أنها مستقلة للانتخابات بأن مفترض أن نترك الأمور للشأن العراقي نحن لا نحتاج إلى الوجود الأمريكي الأمريكان لعبوا بالانتخابات السابقة ودفعوا بشخصيات خسرة الانتخابات إلى الظهور وغيرت المعادلة داخل الانتخابات وهذا يحاولون الآن أن يعيدون الكرة لذلك أنا سمعت من بعض الشخصيات المهمة في البلد أن هناك جهد من المفوضية العراقية في التعاقد مع شركات السيكوريتي لأمن الانترنت حتى يمنعون من دخول الأجهزة الاستخبارية أو الهكيرنج يدخلون ويساون هكيرنج على البرنامج الانتخابي على السيرفر ويغيرون ولذلك هذا القلق قلق حقيقي أنا سمعت من قادة في هذا البلد أن هناك قلق على أن هناك من يحاول خرق الجيوش الإلكترونية أو سميها الناس اللي عدهم إمكانيات عالية في هذه التقنية لكي تدخل على السيرفر وتغير نتائج الانتخابات والأمريكان لهم باع في هذا الأمر هما إيدهم ملوثة بتدخلهم بالانتخابات السابقة عزلهم عن هذا الأمر وحماية العملية الانتخابية يعزز ثقة المواطن بنتائج الانتخابات يعزز ثقة المواطن بأنه اللي انتخبهم راح يجول إلى مواقع المسؤولية أما إذا لعبت مرة أخرى الولايات المتحدة متهمة في هذا الموضوع وعليها أن تحسبت حسنية بأن تبتعد عن العملية الانتخابية وأن لا يصرح بين الحينة والأخرى بأنه بين الفينة والأخرى بأنه نريد أن ندخل بالعملية الانتخابية أو نريد أن نحسن أداء العراق في هذا الأمر هذا الشيء العراقي يمكن للأم المتحدة وهي حاضرة يمكن للأم المتحدة أن تكون لها دور أساسي في هذا الأمر لكن أساسي بما يحفظ النتائج الحقيقية للانتخابات دون الولوج في تفاصيلها الذي يخلق عدم ثقة لدى المواطن بأنه صوته ذهب إلى من اختاره نعم مراقب ومحللون وسياسيون يزعمون أسرار العبادي على بقاء القوات الأمريكية من أجل دعمه للحصول على ولاية ثالثة السيد العبادي يقدر يعمل على أن يبقى لولاية ثالثة ثانية عفوا عبر الانتخابات عفوا ثانية نعم يمكن هو يذهب إلى ذلك عبر الانتخابات بذل جهد الأمريكان لهم طريق واحد في هذا الأمر الطريق الأول أنهم يدخلون بتغيير النتائج الانتخابية وهذا أنا أستبعد أن السيد العبادي يرغب به السيد العبادي عنده وستوى من النزاهة والصدق لا أظن أنه يقبل بالولوج في هذا الأمر الطريق الثاني للولايات المتحدة الأمريكية هو أن تقوم بالضغط على بعض القوى السياسية أن تأتلف وتتحالف لكي تشكل الحكومة الجاية وفق متبنياتها وفق رأيتها هذا موضوع آخر إلى علاقة بالتحالفات السياسية وقدرة المرشح لرئيس الوزراء أن يحصل على الدعم الدولي هذا الموضوع موضوع آخر لكنه الولايات المتحدة الأمريكية من تدخل إلى الشأن الانتخابي تقلق كذلك أيضا مفروض تشكيل الحكومات اليوم الآن الولايات المتحدة الأمريكية تعيش إلى الآن مشكلة يسمى مشكلة التدخل الروسي في الانتخابات وهو أمر لحد الآن الغير ثابت وهو غير ثابت أصلا إذا أنتم هل قد حساسين على بلدكم في أنه يقولون أن الروس دخلوا بشكل أو بآخر على الانتخابات وعملوا على تغيير نتاج الانتخابات هذه الحساسية يعني وصول ترامب إلى سدة السلطة يقولون أنه بدعم روسي وبتدخل روسي طبعا ترامب وبعض المؤسسات الحكومية الروسية تنفي ذلك الأمريكية يعفون والروسية كذلك تنفي ذلك لكنه بالنتيجة الجميع يعتبر أن هذا التدخل خطأ سواء الروس أو الأمريكان وإذا كان هو تدخل خطأ ليش هو خطأ في أمريكا ومسموح لهم في العراق للمفترض أن يكفون أيديهم عن ذلك ويتركون هذا الشأن للعراقيين وأن يحسن العراقيون اختيار من يمثلهم في المرحلة المقبلة إن شاء الله إن شاء الله وبناسبة الحديث عن الانتخابات عشرات الكتل والتحالفات والأحزاب ظهرت لكن جميعها متشابهة البرامج يعني لم نلمس برنامج يختلف عن الآخر إن لم تكن متطابقة طبعا لماذا برأيك؟ والحقيقة ما تعوزنا النظرية نحن تعوزنا من يؤمن بالنظرية ويعمل بحق على تنفيذها نعم كلنا كما يقول صاحب مؤلف كتاب قصة الحضارة كلنا يريد القانون نعم ولكن ليطبقه على جاره على جاره نعم نعم نحن كلنا يتكلم بأفكار جميلة جدا لكن الحقيقة من مننا سوف يعمل على تطبيق هذه البرامج حقيقة نعم نعم شاهدنا للأسف كثير من الشخصيات التي دخلت معترك السياسة رفعت شعارات جدا شعارات وطنية وجيدة نعم لكن عندما تسلمت موقع المسؤولية انحازت إلى أهواءها إلى رغباتها إلى تحقيق المصالح الشخصية إلى استخدام المال العام في غير محله إلى استخدام السلطة لأراض الشخصية ولدواعي غير الدواعي الوطنية فنحن لا تعوزنا الأفكار والنظريات تعوزنا لجال يؤمنون بهذه الأفكار وهذه النظريات ويحولونها إلى واقع ويخلصون لهذا البلد في الانسجام مع برامجهم هل تتوقع أن تفرز الانتخابات المكملة وجوه سياسية جديدة ومسار سياسي مختلف هل سنرى يعني عراق آخر؟ والله هذا ما نأمل جميعا ويأمله العراقيون ونحن نعمل على هذا الأمل ما أضيق العيش لو لا فسحة الأمل العراقيون معنيون بهذا وبالنتائج العراق الذي يذهب إلى صندوق الاقتراع ينبغي أن يذهبه ومصر على أن يحجث هذا التغيير أن يختار رجال ما جربناه في شلوه يختار الناس اللي نجحوا والناس اللي يمكن أن نقدر أنهم إذا جاءوا إلى موقع المسؤولية وإلى مجلس النواب أو إلى موقع المسؤولية التنفيذية يحرصون على مصالح الوطن اللي يصنع هذا الأمل هو المواطن الذي يذهب المقترع الذي يذهب إلى صندوق الاقتراع ويدلي بصوته لصالح الأفضل والأنزه الآن اليوم كنت أسمى من بعض الناس أن هناك بعض المرشحين يعني يدفعون 200 دولار لكذا و100 دولار لكذا كلام من هالقبيل يتداول بين الناس أمل أن لا يكون حقيقة وأن لا يكون واقعا وأمري مع العراقيين يعني كشراء أصوات؟ نعم لشراء أصوات هو بحيل وفبركات عديدة أنا أدعو أبناء العراق لا يقعون في هذه الورطة لا ينساهم في خراب بلدنا بلدنا خرب على أيدي أناس غير حريصين عليه تعالوا معا حتى ننتج وضع جديد بأصواتنا نعم ننتج تشكيلة جديدة ترحمي مصالح الوطن وهذا إحنا نجيبه بأصواتنا العراقيون معنيون بحسن الاختيار إذا لم نحسن الاختيار هذه المرة نضيع على عراقنا أربع سنوات أخرى ونضيع من أموالنا الكثير ومن أعمار أجيالنا الكثير نعم دعوات مقاطعة الانتخابات تتزايد معظم خطابها يقول أن الانتخابات الماضية أفرزت منظومة فساد وأهملت بالأساس المواطن أهملت البلاد أهملت الخدمات فما رأيكم؟ كما ذكرت قبل قليل قد تتكرر المشد إذا ما أحسننا الاختيار الآن الفساد إذا ما يجي الأناس نزيهين تتكرر منظومة الفساد ودورة الفساد في هذا الوضع العراق نعم الفساد يبدأ من المواطن اللي ما يحسن الاختيار أيضا ساهم في صناعة الفساد المواطن اللي يجيب الإنسان اللي يدفع مال أو الإنسان اللي يجربه ويعرف أنه فاشل جبناه وخليناه بالمجلس النواب أو خليناه في الوزارة ويعرفنا أنه فشل انتخابة مرة أخرى هو أيضا فساد يعني المقترع يساهم في الفساد الإنساني يعني المجرب لا يجرب لا يجرب الأولا اللي ما يروح الانتخابات يساهم في الفساد لأنه راح تبقى ورقته قد يملأها فاسد ويزور الانتخابات الأوراق التي تبقى تذهب للفاسدين أو لمن يلعب بالمال العام يشتري الأصوات إذا الأوراق انترست بعد ما يكون فرصة للتزوير يعني التزوير وين يصير؟ التزوير يصير بالأوراق المتبقية يلعب بها البعض ويترشها وتروح أصوات إلى ناس تفعوا أموال لكي يحصل هذا هذا بضرر البلد المواطن اللي يذهب يملأ ورقته يحول دون اللعب بالتزوير بهذه الورقة المواطن اللي يذهب ويختار الأصلح يختار الإنسان الذي لم نجربه وسقط في التجربة لا بأس باختيار اللي جربناه ونجح في التجربة لكن مو من المنطق أننا نتكلم عن مساحة كبيرة بها البسات ونشايفينهم ونعرفهم بالأسماء ثم نعود أو نكرر اختيارهم على المواطن اللي يذهب بالاختيار الأفضل والأصلح حتى يحصل تحصل عملية التغيير ونسبها تكون عالية بمقدار انبعاث الجماهير والناس والمواطنين وأنا أطالب القوى السياسية وسائل الإعلام أن تكرر دعوة الناس إلى المشاركة بالانتخابات وإلى اختيار الأصلح حتى نخلق جو عام يذهب لكي يحقق التغيير نعم عن الدستور ورئيس الجمهورية سنجيب عن هذا السؤال لكن بعد الفاصل مشاهدينا فاصل ونعود إليكم مشاهدينا أعدنا إليكم والأستاذ المهندس عبد الكرم العنزي وزير الأمن الوطني الأسبق معادي الوزير دستوريا رئيس الجمهورية والحكومة والوزراء والنواب هم موظفون عند الشعب يعني بكل تأكيد لكنهم يمارسون إذلالا للشعب في العديد من سلوكياتهم وواحدة منها مثلا مواكبهم المدججة بالأسلحة وصفارات في الشارع قطع الشوارع يعني والشوارع العراقية ما شاء الله بكثرة سيارتها غير تتبكن يعني المواطن من السيرفيا فما رأيك بهذا وما يحدث الحقيقة نقريت أن في الموازنة الأخيرة تم معالجة هذا الأمر وأملي أن يتحقق هذا عمليا في الموازنة طلحت أن رئيس الوزراء ورئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب أنه ليس له هو حق أن تكون عنده أكثر من خمس سيارات وكذلك بالنسبة لمن هو بدرجة وزير مثل الوزراء وأعضاء من السنواب أن ما تكون عنده أكثر من خلال سيارات ومن هم أدنى درجة من ذلك يكون عندهم سيارتين فقط سيارتا هو سيارة حماية أكثر من هذا يصبح واقعا أولا تضييع العام تبذير بالمار العام خلق فوضى إشعار المواطن بأنه المسؤول يتمتع بامتيازات أكثر من حاجة الحقيقية ما الحاجة رجوازية أكثر ما الحاجة إلى يعني أنا أشوف في بغداد أحيانا مسؤول يمشي وراء عشر سيارات أو ثمان سيارات هذا أنا أريد أن أعرف هو شريد يسوي بالأثمان سيارات طيب من ماذا يخاف الأمن الآن استتب والوضع طيب ويمكن للإنسان المسؤول أن يتحرك بسيارة واحدة أصلا ويضيع سيارته بين هالسيارات ممكن أن يتحرك والأمن قائم ومستتب وإلى الآن ما ثبت عندنا يعني محاولة لاغتيال بطريقة وحالة بين هالسيارات الكثيرة يعني ما يجى واحد صار عليه هجوم ولأنه ويا عشر سيارات حمت العشر سيارات ما صار هذا الأمر فإذن هذا الوجود يعني يكلف الدولة ويضيع المال العام ويخلق حالة أيضا مردود الفعل لدى المواطن المواطني يقول لك أنت ش عندك مني ش خايف مني أنا أنا مني أنا جبتك للسلطة من عدوي من الإرهاب الإرهاب الحق نبيل هجوم وأصبح الآن يعني خلايا نائمة تختل ضامنين أنفسهم هم خايفين فالموازنة الحقيقة من حسنات الموازنة الأخيرة أنها عالجت هذا الموضوع وثبتت أنهم عدد السيارات هكذا طلعت يعني الحقيقة على بعض ما كتب في وسائل الإعلام إذا أصح هذا الخبر فهو أمر حسن جدا أن لا تكون لأكبر مسؤول في الدولة العراقية أكثر من خمس سيارات خمس أم هو هي الحقيقة لكنه نقول هساد رئيس جمهورية رئيس وزراء مثلا لكن في بعض دول الجوار رئيس الجمهورية يقود السيارة بنفسه هو حماية شخص صيح لعله يتذرعون لعله يتذرعون بأن الاستقرار والأمن قائمين وموجودين ولذلك ليس هناك حاجة حقيقية لحماية وكما في أوروبا يعني رئيس الوزراء أو غيرها يمشي يكون وضع مستتيب يستطيع أن يرحج بس أنا أصور يعني يعني أكبر مسؤول إذا ويا سيارتين حماية كلش كافية عليها حتى رئيس الجمهورية حتى رئيس الوزراء هذا التقنين إذا صح تقنين جيد ويعتبر خطوة إلى الأمام وإلا أنا شفت ضباط عاديين ضباط لواء أو عميد ويا مثلا 6-7 سيارات 8 سيارات ووراء مثلا افترض يعني فتكبكبة وهوسة ومن يمرون كأنهم ما أدري حتى يعني الحكام الطوات اللي مضوا أو اللي هم موجينين الآن أهموا بهذا الشكل نحن مطالبين سواء ضباط الجيش العراقي مسؤولي الدولة العراقية اللي يتوضعون لله يتوضعون لهذا المواطن اللي يتوضعون للشعب هذول أهلنا وناسنا أقصى هيراد لك سيارة ويكفي الحد الأعلى فالسيارة بها حماية لك وسيارتك الخاصة أيضا بها سائق وواحد أخر كل شيء كافي أما هذا اللي نشوفه الحقيقة نأمل أن الحكومة يتطبق هذه على الجميع لا ضباط الجيش لا كذا ضابط مثلا تمشي ثلاث أمرات وثلاث أربع من هاي السلفادور وعليها من هاي السلاح الكبير نعم يعني مظاهر غير لائقة مظاهر غير لائقة وهي ماكو حاجة حقيقية نعم يعني هو مو هل قد خايف على وضع الأمنية أكثر من كلها يعني فاتكبكبة في غير محلها نعم ومعظم هؤلاء متحسنين في المنطقة الخضراء نعم في معظم متحسنين في مناطقهم بغداد الآن آمنة الآن أنت روحي لأي نقطة في بغداد ما عندنا بعد مشكلك المشاكل اللي كانت في 2005 2004 2006 لا الوضع تحسن كثيرا المسؤول الآن كل مناطق بغداد بها ناس مسؤولين في اليرموك في العامرية في مدينة الصدر في كل المناطق وهم يتحرقون بأن أهلهم وناسهم بشكل طبيعي نعم جميع الكتل طالبت بتغيير البستور لكن ولا كتلة قدمت مشروع لتغييره كيف ترى ذلك؟ لن يستطيع أحد تغيير هذا الدستور عملا الدستور كتب بطريقة مغلقة ووضع عقد في عملية التغيير الآن أي تغيير للدستور نحن نحتاج أن نغيره وفق الدستور نعم بأن تطرح الأفكار أفكار التغيير بآلية معينة تصل إلى الاستفتاء العام ويحقق كون الثلثين هذا الاستفتاء ثم بعد ذلك ثلاث محافظات متجاورة التي تعترض عليها وهذا أمر صعب صعب لذلك الآن الكثير من الأفكار الجيدة التي يكون تضاف للدستور أو تعدل عليها تجد الوصول إلى عملية صعبة أفكار مهمة نحن نطالب بها وأنا شخصياً أراها سليمة وهو منها مثلاً الذهاب إلى النظام الرئاسي أن نختار رئيس الجمهورية بالانتخاب المباشر وهو يصير رئيس الجمهورية وهو يصير رئيس للوزراء كما يحصل في الولايات المتحدة الملكية كما يحصل في الجمهورية الإسلامية الإيرانية كما يحصل في بلدان عديدة يكون رئيس الجمهورية هو رئيس للوزراء وهو يدير الدولة وهذا من يجيب الانتخاب المباشر يعني ليس فخري ليس فخريين وهذا من يجيب الانتخاب المباشر الحقيقة يأتي بتوفيض من الشعب ويمتلك قدرة على اتخاذ القرار وأن لا يكون ضائف إهلا الآن نظامنا النظام برلماني الذي يجيب رئيس وزراء أن نحط رئيس وزراء له هو يستختار وزراءه وإنما الكتل السياسية تفرض عليها حسب التوافق كتل بعد حسب الأعداد والاستحقاقات وما إلى ذلك ونجيب نشكل حكومة حكومة توافقية تأتي برئيس وزراء يبقى رئيس وزراء غير قادر عن تأخذ القرارات الصعبة في الأوقات الصعبة ونلقاه في اليمي مكتوفا وقال له إياك إياك أن تبتل بالماء إذا شئنا أن نصنع حكومة قوية قادرة على تقديم إنجازات حقيقية ينبغي أن يكون عندنا رئيس وزراء قوي ومخول وعنده الصلاحيات الكافية ويختار وزراءه ويديه للدورة لأربع سنوات فإن نجاح بها وقد اختار لأربع سنوات أخرى وإن لم ينجح يمكن تغييره عبر الانتخاب المباشر لذلك أنا أتصور الانتخاب المباشر حل للمحاصصة وحل لعقدة النظام البرلماني الذي يبيه الكثير من التقييد والتكبيل للمسؤول الأول في الدولة يعني من وضع الدستور كان متقصد في وضع نقاطه أنه لا توجد نقطة يمكن الشخص يغيرها أو كتلة تغيرها إلا بتوافق جميع الكتل ومن التأكيد أن الكتل لم تتوافق مع بعضها البعض أنا أتصور قسم من العراقيين كانوا يعني يردون هذا اللي يصير والقسم الآخر كتب الدستور بشكل مستعجل وكان يريد يوصل العراق إلى دستور يعتمد في بناء الدولة الجديدة وكتب على عجالة دون المرور بسنوات من التبحيص والدراسة وأكبر خلل بالدستور هو طريقة تغيير الدستور هذه النقطة للكتل السياسية تعد النظر بها وتحصل على الأغنبية الثلاثين وتمضي بها أنه يمكن تغيير الدستور بآلية أيسر من الآلية الموجودة الآن كان يمكن أن نقوم لكثير من التغييرات المفيدة للبلد وليتمكن من بناء دولة عصرية قادرة على إنجاز مهامها نعم أكثر من مرشح قال أن الكتل السياسية سنسميها الشيعية ستتوحد بعد الانتخابات ما حقيقة هذا وما الهدف منهم؟ وكل الكتل التي تشكلت مثلا التحالف الكردساني أيضا نزل في أهل هذه المرة في تحالفات أصغر وقطعا أيضا رح يجتمعون ويشكلون تحالف أكبر بعد الانتخابات يعني الآن الحزب الديموقراطي الكردساني نزل بقائمة الاتحاد الوطني في قائمة التغيير قوران في قائمة الحركات الإسلامية في قائمة في كردستان نفس الأمر حصل في المساحة السنية أيضا الكتل التي كانت معبرة مثل القائمة الوطنية القائمة العراقية القائمة الكداد كلهم الآن بدأت تفككت وصارت أكثر أيضا إذا عندنا في التحالف الوطني خمس كتل هناك يمكن أكثر لذلك احتمال أن تندمج جدا وارد جدا وارد الكتل الشيعية ترى أن الأغلبية الشيعية المفروضة يصبح بها لاسل وزراء فيها معنية بإيجاد كتلة أكبر حتى يكون من حقها حتى تكون هي الكتلة الأكبر التي تكلف باختيار رئيس وزراء كذلك المشتركات حقيقة يعني المشتركات بين القوى الكردية كبيرة جدا فهي أدعى إلى أن تأتلف فيما بينها والمشتركات التي بين قوى التحالف الوطني المكون للتحالف الوطني هذه الكتل الموجودة الآن سواء دورة القانون أو النصر أو الفتح أو الحكمة أو سائرون هذه المشتركات بينهم في الأهداف أيضا مشتركات كثيرة ومتقاربة فقط عن هذه المشتركات تدفعهم إلى أن يلتقون مرة أخرى هل حزب الدعوة الإسلامية هو واحد أم متعدد وإذا كان واحدا فمن عدده أنا أصور حزب الدعوة الإسلامية فكريا ورؤيته السياسية واحدة على الرغم أنه الآن مجموعة من الأجنحة اختلفت في قضايا عديدة منها تقدير الأولويات ومنها تقدير الشخصيات القادرة على إدارة الحزب والتنظيم أحيانا خلافات بين أشخاص في طريقة الإدارة وأحيانا في أشخاص في قدرة أشخاص على الإدارة وهذا كل ما شكرا يعني سبب للتباعد نعم صار كل تنظيم على أحدها لكنه الآن رؤيتهم واحدة تقييمهم الأحداث متقارب أيضا موقفهم السياسي متقارب ما ظهرت بيناتهم تقاطعات خطيرة كما جرت بين الكثير من الإشخاص في الأحزاب الأخرى سواء اليسارية أو الوطنية في بلدان عديدة من العالم بقى حزب الدعوة متماسك أجنحة متماسكة ومتقاربة في تصوراتها وما نشأ بيناتهم سراعات شديدة يعني لم تكن هناك سراعات على السلطة هو هذا من جملة الأسباب في الخلافة أحيانا من يكون من الذي يتقدم ومن الذي يتأخر هي هذه الجزء وهي خلافات أيسر بكثير من خلافات الفكرية أو الخلافات في تقدير المواقف السياسية طيب هل قادة هذه الصراعات إلى التشابق بالأيدي حسب ما وصل إلى مسمع المواطن أبدا أبدا لم يحصل في حزب الدعوة أمرك هذا أبدا بين الدعاة لم يحصل هذا ولن يحصل في تقديري نعم في تقديري أن هذا لن يحصل بسبب يعني الوعي الحركي وأيضا الثقافة الواحدة المنبع الثقافي الموحد والتاريخ الجهادي المشترك بين هذه لأن هذه القوى طيب في موازنة العام الجديد لاحظ العراقيون أن الحكومة كافأت الموظفين الانفصالين الأكراد وعاقبت الحجد الشعبي إذ لم تقرر جعله على الملاك الدائم للدولة ولم تساوي رواتبه برواتب القوات المسلحة لماذا؟ الموازنة أثبتت خلاف ما تفضلت به الآن الموازنة أصبح معالجة أوضاع الحجد كما الجيش كما الشرطة باعتباره هو جزء من القوات العراقية قوات المسلحة العراقية والآن وضع في القانون أن يعامل الحجد كما تعامل القوات العراقية الأخرى هذا مكسب مهم وقضية مهمة ساوت بين كل من قاتل من أجل العراق الجيش العراقي قاتل ببسالة وإلى جنبه الحجد وإيضا معه الشرطة القوات التابعة للوزارة الداخلية ومعها إيضا جزء من البيشمرقة جزء من الحجد العشائري كل هؤلاء ساهموا في صناعة هذا النصر ولذلك الآن في الموازنة نلوحظ هذا كما أن موضوع الكردستان أيضا سواء النسبة نسبة ما منحت بالمحافظات الكردية رقما أنا أصور رقم عادل يعني 12.6 8 12.6 8 بالمئة هذا زيان يعني يقارب النسبة الحقيقية للعدد السكان نعم أما بالنسبة إلى الموظفين أو البيشمرقة في كردستان هناك مراجعة حقيقية ديوان الرقابة المالية أصبح الآن ينظر بعين بعينين ينظر إلى قوائمهم إلى أعدادهم إلى الفضائيين العدد الكبير من الفضائيين لإلغاءهم وهناك الآن جهد من الحكومة على أن يأخذ الموظف في كردستان استحقاقه طبيعي أن الكثير من تضييع المال العام يعالج أموال النفط ينبغي أن توضع في حساب واضح ويعرف هذه ثروة العراق مو ثروة عائلة أو حزب أو مجموعة أو حكومة محلية أو ما إلى ذلك إنما هذه الثروة والمال للعراق كله وينبغي أن توضع في حساب واضح ينبغي أن نعيد النظر في كميات النفط التي بيعت وأموالها وين راحت هذا الحجي الآن يعمل عليه بشكل دقيق ومؤسسات حكومية مطلعة بذلك وهناك أمل كبير أن تتحقق هذه بشكل جيد ونأمل أن الأخوة في كردستان قادة كردستان أن يتعاملون بشكل إيجابي مع جهد الحكومي لحل هذه المشكلة نعم عن احتساب الكتلة الإقليمية سنتجيب عليها لكن بعد الفاصل مشاهدينا فاصل ونعودوا لي وهنا نحن مرة أخرى والأستاذ المهندس عبد الكريم العنزي وزير الأمن الوطني المسبق معادي الوزير كيف يمكن احتساب نسبة الأكراد من الموازنة على أي قاعدة يستمدون هو لحظة اللحظة الأول اللحظة التعداد السكاني نعم التعداد السكاني نحن عدنا ما عدنا إحصاء قريب عدنا البطاقة التوانية نعم والبطاقة التوانية تشير إلى أنه عدد المحافظات الكردية نعم هو أقل من 13% بقليل 12.6% بالمية من كل العراقيين فينبغي أن الثروة التي تصرف على هذه المناطق حسب التعداد السكاني وهذا ما مثبت في الدستور هذه طريقة الطريقة الثانية هناك موظفين حقيقيين في الدولة وتابعين للدولة العراقية المفروض للحكومة العراقية ما معقولة نحن نضع رواتب لموظفين يرفضون الارتباط بالحكومة العراقية نعم يعني في الفترة الماضية كانت المؤسسات الحكومية في كردستان ترفض الارتباط أصلا بالوزارات الآن أصبح الأمر يختلف كل وزارة المفروض وزارة التربية تشرف على جهد التربية والتعليم هناك وينطبق هذا على كل المؤسسات الصحية الخدمية ما إلى ذلك أيضا دول الموظفين ينبغي أن يكون عندنا واضح عددهم دورهم يأخذون استحقاقهم أما نجد أنا سمعت بحدود 500 ألف فضائي موجود بين الموظفين المحسوبين على كردستان وهذا رقم مهول إذا صح هذا السماع الحقيق أنا لا أدري مدى دقة الموضوع بس هذا دولتها بعض وسائل الإعلام إذا هذا صحيح هذا رقم كبير لذلك أيضا الطريقة الأخرى غير المسبة المئوية هو طبيعة الموظفين المرتبطين بالدول العراقية طبيعة المشاريع المشاريع التنمية في كردستان والتي تقرها الحكومة العراقية المركزية والأخوة الكرد هذا وطنهم شركاء في هذا الوطن هم موجودون في مجلس النواب ويسنون القوانين معنا ويقرون الموازنة معنا من المفترض وهكذا وهم أيضا معنا في الوزارة هم في الوزارة أيضا إذنهم وزارات يديرونها وهي وزارات بعضها سيادية يعني على إتم الشأن العراقي كلها وبعضها خدمية أيضا إتسم الشأن العراقي كلها وهم موجودون فيها وأيضا يساهمون في اتخاذ القرار في داخل مجلس الوزراء هذه الحقيقة هي أحد المعنى الشراكة الوطنية المطلوبة أما الشراكة المعاوقة نرفضها أن أكون أشتغل لمساحة معينة من العراق والباقي ما يهمني ولذلك إذا هذه المساحة جاءت كما أريد جاءت وإذا لا أخلق مشاكل وأزمات وما أحضر اجتماعات مجلس النواب وما أساهم في إقرار الموازنة هذا عمل سلبي مرفوض يعني المواطن ما يقبله العقل ما يقبله الوجدان ما يقبله إحنا تأخرنا كثيرا اليوم إحنا بالشهر الثالث يا الله أقررنا الموازنة وهذا خلل خلل كبير طبعا بعض الدوائر لم تستلم رواتب من أربع شهور وتم إقرار الموازنة بغياب كتل وهذا يسجل عليها لا لها لا تنحسب هذه أنهم قاموا بدور إيجابي هذا دور سلبي ضد الوطن حتى ضد الكرت يعني حضور 50 نائب للتصويت من أصل 325 نائب كارثة طبعا لأن هذا البلد إذا إحنا ما نقف إليه هذا المال مالي البلد ردينا نصرفه في مجالاته ونعوق أداء الحكومة وما نقرر الموازنة هذا عمل تخريبي عمل تخريبي ينبغي ينبغي أن يحاسب عليه جدول الأعمال كان من 48 أو 68 والحاضرين 55 يعني الجدول أكثر من حضور النواب ولذلك لكن الحمد لله الأخيرا استطاع رئيس مجلس النواب أن يجمع هؤلاء ويشكل أغلبية ويقر الموازنة وهذا أمر يسجل له ويسجل أيضا لأخواننا في مجلس النواب الذين وقفوا واجتمعوا وأقروا الموازنة ويسجل سلبا على الذين غابوا عن ذلك هذا الوطن يحتاج ماله ويحتاج قرار حتى الحكومة تروح تتخذ الإجراءات الضرورية في صرف المال في مجالاته ما زال الفساد يأكل من جرف الشعب كيف السبيل للقضاء عليه؟ الحزم نحتاج إلى الكثير من الحزم في التعامل مع الفاسدين ولعله الاستخدام المجازي لكلمة داعش من ثم نقول دواعش الإرهابك ودواعش السياسة هذا الحقيقة استخدام المجازي استخدام صحيح وللك ناس خطرهم على البلد لا يقل عن خطر الإرهاب هؤلاء الذين يتصرفون بالماء العالم وقد عدوك تعرفه ويحمل سلاح نعم هذا بيناتنا ويأكل أموالنا وخيراتنا وثرواتنا بطرق ملتوية ويحول دون عملية الإعمار الربناء والأموال الناس اللي يكون تروح للمهرومين وللمعدمين تروح للناس أثروا وخلقوا ثروات مهولة لأنفسهم على حساب مصالح الناس العراق لأنه الآن عراق ناهض وفرص العمل سوف تتسع بس نعبر بعض الأزمات ترى العراق حتى أنا عندي ملاحظة أعتبرها مهمة العراق حتى أموال ما يحتاج من الخارج حتى قروض ما يحتاج المال الموجود في العراق كافي العقول الموجودة في العراق والأيد العامية الموجودة في العراق قادرة على صناعة نهضة كبيرة وإذا صحيح وضعنا خطط سليمة وصحيحة إحنا رح ننهض نهضة غير طبيعية والعراق رح يصير مركز العمل في المنطقة رح ينبني بناء غير طبيعي رح يصير نهضة شاملة وهناك فرص عمل للي يريد ينتفع في العراق ينتفع بالبناء والإعمار بالمساهمة في الإعمار والبناء والاستثمار بدل من سرقة المال العام يمكن للكثيرين من العراقيين أن يعملون في باب الحلال مفتوح لهم بدل سرقة الأموال العامة بطرق مرتوية هذه سرقة المال العام بطرق مرتوية إذا لم يتم تعامل بحزم معهم هؤلاء يظلون يتجرؤون على ذلك نحتاج إلى قمع حقيقي وإلى بتر الأيد التي تسرق أموال العراق إذا ما نتعامل بحزم الإمام علي يقول ولا يكون من المحسن والمسيء عندك بمنزلة سواء لابد أنه المحسن غير المسيء المسيء الذي يسرق المال العام يجب أن نبطش به إذا لم نبطش به يجترئ المسيء على الإساءة كما يقول الإمام علي ويستهين المحسن بالإحسان ويعيث في الأرض فسر لاحظنا أن القضاء لا يحكم على الفاسدين إلا بعد هروبهم خارج العراق وتهربهم للأموال والاستفادة منها لماذا برأيك؟ وكيف تفسر لنا هذه الظاهرة؟ نحن عندنا بعض المشاكل في منظومة القضاء نعم طبعا القضاء هو ممن حق أن يتابع أشياء إذا ما توفر عنده يعني معلومات وأدلة وشاكي ومشتكى عليه نعم القضاء لا يبادر لوحده ونالك المؤسسات تقوم بهذا مؤسسات حكومية ينبغي أن تقدم الفاسدين تقدم دعوة على الفاسدين للقضاء القضاء ينظر بها لكن القضاء للأسف بمقدار بمقدار هؤلاء الضغط على يمي الساسة وهو يتأخثر للأسف في العراق ببعض الضغوط وإلا الآن أنا أدعو إلى أن الأخوة في القضاء وفي هيئة النزاهة أن لا يقدموا شيء خلال هالشهرين ليستخدم القضاء أو تستخدم هيئة النزاهة في العملية الانتخابية إذا مضينا بهذه الأيام إذا قدمت النزاهة أو قدم القضاء أي شكوى على إنسان معناها دخل القضاء أو هيئة النزاهة دخلت في العملية الانتخابية في التسقيط نعم القضاء وهيئة النزاهة مطالبة أن تصمت في الشهرين القادمين من الانتخابات لأن الآن أي تقديم هذا معناها دخلت بالسياسة وتتهم بأنها هي مسيسة كذلك مجلس النواب علي أن يتوقف الآن عن الاستجواب لأنه سيكون الاستجواب سياسي هو شبق للوزير حتى الآن استجوبها عندما الآن ندعو وزير إلى الاستجواب وهو باقي إلى شهر ونصف شهرين فمعناها نريد أن نسقطه وليس استجوبه فإذا هذا عمل سياسي ليس عمل استجوابي وطني لأنه صحيح أداء الوزارة فلذلك المفروض من الانتخابات أي استجواب ما يصير حتى نكون فعلا نثبت للعالم بأننا نزيهين والتي استجوبناهم لأغراض وطنية وأسباب وطنية إلها صلب الصالح العام وكذلك القضاء ملفات كثيرة في القضاء ممعقولة القضاء صار لأربع أو خمس سنوات ساكت على مسؤول في الدولة العراقية والآن نطلع ملفة معناها إحنا شريت تسقطها الآن وإلا ليش أن ننظامها الأربع سنوات الآن أطلحها فلذلك المفروض مقتضل مثل ما عندنا صمت انتخابي فترة مثل ما عندنا فترة انتخابية المفروض أخر عندنا صمت قضاء وصمت لهيئة النزاهة وهيئة النزاهة فاتتها الكثير من الملفات المطروحة أمامها وعلى بين يديها وما أنجزتها إذا صارت هيسة تنجزها يطعن في نزاهتها وفي صداقيتها الآن نسألك كمهندس عبد الكويم وكمواطن عراقي هل أنت مطمئن إلى جدية الحرب على الفساد وهل ستطول كبار الفاسدين أرجع أقول إذا أحسن العراقيون اختيار اختيار ممثلين شعب ممثلي الشعب في البرلمان نعم سوف نقضي على الإرهاب والأربع سنوات المقبلة سوف تكون أيامها سود على الفاسدين لكنه إذا لم يحسن العراقيون الاختيار ذاك الطاس وذاك الحمام كل شيء ماكو ما يجري تغيير التغيير يجري إحنا المواطنين أنا أرجو من الواطنين أن يسمعون هذا الكلام إحنا الآن المواطن إذا ما يروح يحسن الاختيار يبقى الأمور عادة حليمة إلى عادتها القديمة يكون شيء ماكو ورجعت الوجوه الشوهاء السوداء الأيدي الملطخة بالحرام ترجع أيضا تقود البلد وتحمي الفاسدين نعم لكن إذا ذهب المواطنين وأحسن الاختيار إذا أخترنا الناس الصالحين أن ذلك الأربع سنوات المقبلة تصير أيام سود على الفاسدين يصير واحدهم يعني يصيح يا ليتني كنت ترابة نعم قطعا لا ما يمكن هو القانون إلى سياقاته من أين لك هذا سؤال استفهام لكن المفروض تقدم الأدلة والبراهين ويحاسب الإنسان يعني وفق أدلة يعني ما يقوم الدليل بس من أين لك هذا من المفترض أن تعتمد الآليات القانونية ويحاسب وفق القانون لكن هو ما يحاسب ما يقدم للقضاء إذا كان كانت المنظومة الحكومية منظومة غير لا تلاحق الفساد القضاء ينتظر من الحكومة من أجل الدولة أن تقدم الفاسدين بشكاوى وبأدلة كافية لكن المشكلة عندما يكون الفساد في الحكومة في مؤسسات الحكومة نعم بدون دليل كذلك القضاء عندما تقدم أدلة كافية ويستتر عليها أو تبقى تنظم إلى موعد محدد لأغراس سياسية هذا بالحقيقة أيضا فساد في القضاء يصير القضاء المفروض ينظر في الموضوعات في حينها وينظر بالموضوعية إحنا شفنا شفنا توبعت ملفات للفساد مضحكة في حجمها وسكت عن ملفات فساد هائلة مهولة مئات الملايين من الدولارات أحيانا سكت عنها وتوبع شخص على مليون دينار على مئة وخمسين دولار بخمسين ألف دينار مليون دينار مثل باعي لكلينيكس مثل أنا زارني أحد المهندسين محولين للنزاهة بسبب أنه أكون مئة وثمانين ألف دينار يقولون لها صارفين صارفة أنت على وجبة غدا ما تصرف والله زين هذه إذا إدق قمالتنا هالشكل بس قصتنا مثل قصة غوار الطوشي يخذوا لأشعة اللي قولوا يربطنا قالت سبحان الله ليرا تطلع ليرا تطلع بالأشعة بس يبلعون مليون ليرا ما يطلع بتبين بالأشعة هادهم إحنا الآن هكو ناس يعني سرقوا أموال كثيرة ينقل على واحد عنده مئة وثنين ألف دينار بعدين هو ما ما أخذ مئة وثنين اللي بصارفهم بس يقول في غير محلها هو ينقل يقول الذهاب والإياب للجنة اللي تابعت الموضوع بنزينة يجوز يكلف مليون مليون ونص تابعة واحد على مئة وثمانين ألف دينار وسيخ تابعة واحد مئة وثمانين مليون دونار يجوز وأكوى دلة كثيرة توضع لذلك يحتاج جهد كبير المحتاج حتى نهار بفساد وممكن ذلك إذا أحسن اختيار ممثلي الشعب وفي الختاب نشكر الأستاذ المهندس عبد الكريم العنزي وزير الأمن الوطني الأسبق أهلا وسهلا بكم وشكرا لكم وليقناة الولاء ونشكركم على حسن المتابعة وحتى نلتقي ثانية في أمان الله وحفظه اشتركوا في القناة